اشتركوا في القناة وانطلق هذا البرنامج في أكتوبر من العام الماضي واستمر لمدة عام كامل بمشاركة موظفين من مختلف الدوائر التشغيلية حيث استكملوا العديد من المقرارات الأكاديمية التي شملت المحاضرات والدروس التعليمية وورش العمل والجلسات الدراسية الخاصة التي عقدت في مرافق التدريب التابعة للشركة من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا السيد علي البقالي حرص الشركة على تنمية وتطوير الموظفين ورفع كفاءاتهم وتحصيلهم العلمي ستطرح هونغ كونغ العديد من الإجراءات لتصبح مركزا تجاريا دوليا للذهب والسلع الأخرى هذا وذكر وزير المالية في هونغ كونغ أن صناع القرار يعتزمون زيادة منشآت مخزون الذهب والإسراع من وطيرة تنمية الأعمال ذات الصلة مثل التجارة والتأمين والخدمات اللوجستية وبحسب بكالة بلومبرغ للأنباء ستوسع حكومة المدينة من نطاق تداول المشتقات ذات الصلة بالذهب لتلبية احتياجات الرهن العقاري والتحوط والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية وللحديث حول أسعار الفائدة والفرص في الأسواق المالية الخليجية والعالمية ينضم معي في الستيديو السيد عبد الرحمن سيف رئيس قسم التداول في خزينة مجموعة جي اف اتش المالية أهلا بك أستاذ عبد الرحمن محبا في البداية ما هي الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية في الأسواق الخليجية خاصة في ذي الاستقرار أسعار النفط وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في المنطقة القطاعات اللي نشوف أقبال شديد عليها من ضمنها القطاع العقاري القطاع الصناعي وقطاع النفط واللي متعلق بالنفط نشوف الاستقطاب يكون في الأسواق في أسواق الأسهم ونشوف في الاستثمارات المباشرة من ضمنها القطاع العقاري قطاع التعليم وقطاع الصحة نعم طيب برأيك ما هي المخاطر الرئيسية التي يوجهها المستثمرون في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2024 في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وكيف يمكن للمستثمرين التحوط ضد هذه المخاطر المخاطر عبارة عن تذبذب في الأسواق المخاطر السياسية اللي نشوفها تأدي إلى قلة الاستثمار الأجنبي أو الحد منه لكن الخطوات اللي قاعدة نأخذ من دول مجلس التعاون قاعدة تنمي الاقتصادات تنمي القطاعات حتى لو قل الاستثمار الأجنبي نشوف التطور مستمر لأن قلت المشاكل الجيوسياسية بترجع هذه الاستثمارات الأجنبية ويمكن ترجع بقوة السوق الخليج سوق نامي لكن المشاكل السياسية تحد من الاستثمارات وهذه اعتبرها شيء مؤقت في نهاية اليوم أداء السوق يعتمد على أداء الشركات صحيح طيب هناك توقع باستمرار خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام برأيك كيف يمكن للمستثمرين أن يعدلوا من استراتيجيتهم للاستفادة من هذه التحولات المتوقعة في أسواق الأسهم الخليجية والعالمية نزول أسعار الفائدة متوقعة في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر النزول هذا يحول المستثمر من مستثمر في السندات والسكوك إلى مستثمر في الأسهم نعم فنتوقع في 2025 زيادة الاستثمار في الأسهم سواء كان خليجيا أو عالميا وهذه تستقطب رؤوس أموال للمنطقة عندنا شركات تدفع ريع عالي جدا مقارنة بمثيلة لها في دول أخرى أو عالمية فهذه الشركات أهيلة بتستقطب الأموال هذه وفي نهاية اليوم نحن نرجع إلى التحليلات المالية للشركات الشركات التي تتداول بمعدلات غير مرتفعة من ناحية القيمة الدفترية وغيرها بتكون أهيلة التي تستقطب الأموال أو تستقطب المستثمرين نعم بالتأكيد سيد عبد الرحمن سيف شكرا جزيلا لك على حضرك معنا في مركز الأخبار شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر